السعيد دي رايح جاي أم جالها النصيب من السعيد وحضرة العمدة نحكي لنا بقى الحكاية يعني كنت بتحب بعض جات بالصدفة يعني إيه حكاية حضرة العمدة زي ما قلتلك أنا الأول بدأ الموضوع بأن أنا اعتزلت أعلنت اعتزالي تقريبا كان في مايول لأن تقريبا ده التوقيت اللي هي توفت في سعاد حسني ففكراها رابطة لحدث يعني الصيف في أغسطس قابلت محصن قابلتي فين بقى وانت بتعمل الأعمال الخيري صدفة لأ صدفة في خروجات قابلنا اتعرفنا وده كان النصيب وموضوع جدي بسرعة جدا لأنا متخيلة ولا هم متخيل فإن اللي بيحصل تخطبنا إيه اللي جرى لا أول ما قالك أنا عمدة تخضيتي ده عمدة دي ممكن لأطراف ده كان متأخر سواء وكان هما عمدة شكلهم كده قال لي أهو ما يغرقيش إحنا مدارن وأنا أساسا بابايا برضو هما عمد أبنا عن جده طبعا لازم قال لي وأنا بابايا برضو مدارن وتعرفت على العيلة وكده بس يعني فكرة أنه هو سعيدي طبعا فيه ناس مستنيرين جدا من السعيد بس الصورة الزينية الأولانية تجيلنا يا سعيدي بقى وصعب سعيدي وجلبية وكده لا هي أسرة زي ما قلت أسرة مستنيرة وكان عندهم تطلعات أن الأولاد تتعلم أحسن تعليم وكذا فسفروا راحوا وتعلموا نزلوا القاهرة وسفروا بره وأمريكا ونالوا شهدتهم فالعمدة المدارن قابلته بالصدفة والموضوع سبحان الله قدرين مشيه تمام والحقيقة هو ما اللي لفت نظرك فيه؟ طويل بحب رجالة طويلة طويل وحصل ما لمحه ودمه خفيف ومتفتح عارفة وسطي متفتح يعني مش ما فيهوش الخصل اللي يمكن بنقابلها في الشراق وقوي لوه صخيف كده لا بيحب يمدس بيحب يرتحق وقتما تجوزت كويس أنك كسبت التمثيل لأنني مكونش هوافق يعني انت رجعت وانتم مع بعض يعني موقفه ايه من الإعراب في التمثيل؟ والله أنا اتفاجئت يعني أنا قلت له أن أنا بطلت هذا بجد بطلت وكده وخلاص يعني الحوار ما خدش مننا موضوع ويمكن كان بالنسبة له جريء القرار يمكن بالنسبة له دي حاجة ازاي حد يبقى تحت الضوء ويقدر ينسحب يعني يمكن ده دليل على حاجة معينة وعمرين ما نقشنا الموضوع ده لأنه كان قراري وانتهى وعدى وخلاص ومش بتمرجح السلم وخلاص وخلفنا ولد الأولاني ممدوح وجات جميلة وجات ليلة والحياة مستمرة لغاية من ثلاث سنين جات المكالمة من مونة زكي يا الله إيه رأيك ترجعي أنا مش مترددة عشان أفكر أرجع أنا نبطلة من زمان لا ما فيش حاجة اسمها نبطل في حاجة حلوة ترجعنا كذا كذا بدأت تحكيله اسكت حصل كذا قال لي إيه ده بجد وأخذ الموضوع بضحك قلت له آي أنت إيه رأيك في الكلام ده قال لي هو أنا عمري كنت قلت لك بطلة عشان أقولك ترجعي والله لو في حاجة مناسبة لنا جميل سيبلك انت الحري لا يعني هو واثق من نفسه واثق فيه يعني برضو الراجل الواثق من نفسه ومعندوش حتة النوع لا أو حجزوا أقفل ما تخدش من الشخصية شخصية إيه؟ في الأول إحنا الاثنين تخدين الحقيقة لما تقال لي أرتيست في تياتر قلت لهم بصوا يا جماعة نناقش الموضوع ده تماما لأن أنا هفاجئكم بأن أنا فاجأة هقول لا مش جاية مش عامل تعني نحط النقط على الحروف عشان ما أزيش العمل حرام أنا شخصيا إذا أنا راجع تحت المسمة ده خط صغير بين الفجر والشياك حقيق أو قد بيبقى خط فقط طرون فإذا أنا هطلع بالشياكة زمان اللي إحنا عارفينها رقي زمان أهلا وسهلا لكن لو أنتو بتدوروا على يعني مش عايز أقول كلام أبقى بخبط في ناس تانية بس أي شيء فيه إسفاف أو سوقية والله السوق مليان أنا بعتذر أنا ست بتاعتباليه وده فن الملوك والأمرة فن البلاط الملكي فإذا هرجع كده كان ليها استلاحات كده طبعا لازم الشخصية تقول الخلام عجيب بس هو في الآخر بس كان فيه أناقة برده فيه أناقة وفرده نفسه وطريقة لبس حتى ما بتخرج الصبح لبسه بالجام بالشابو ليها طريقة وكان فيه كلام إنه تطلع خواجايا بلاكنة ولأ بلاش نخش في الكليشي ده كيفية شكلها وطريقتها ولهجتها وكتوقات بترمي مصطلحات فرنساوي أو دكتور أو بان صار أو سوفي ستغديني بادرستك الله حتى تتبع